ترجمة نانسي قنقر القمر جميل اللامع له نور ساطع تغنى بجماله الشعراء وصعد إليه رواد الفضاء فاكتشفوا أن سطحه مليء بالصخور والفوهات البركانية والجاذبية فوقه ضعيفة كما أن الشمس تشرق على جانب واحد منه فتجعله شديد الحرارة بينما يكون الليل شديد البرودة في الجانب الآخر وليست هناك حياة فوق سطح القمر قرأت هناء بإعجاب ما قاله أحد رواد الفضاء حين وطئت قدمه سطح القمر في يوليو عام 1969 لقد كان القمر تحت قدمي لكنني لم أشعر بأني عملاق بل شعرت بأني ضائل جداً أمام عظمة الخالق وفي المساء جلست هناء أمام الحاسوب لمدة ساعة واحدة بعد أن أنهت واجباتها المدرسية وتابعت على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ما قرأته في مكتبة المدرسة ومع دقات الساعة العاشرة أغلقت هناء الحاسوب وألقت التحية على والديها وجدتها وتوجهت إلى فراشها لتنام وقبل أن تغمض عينيها قالت لنفسها كم أتمنى أن أصبح رائدة فضاء ثم راحت في سبات عميق